موسيقى أهلا بكم حلقة جديدة من يهلا والعنوين هي البداية موسيقى الذهب تذبذب بين ارتفاع وانخفاض أخصائية نفسية تفسر صفات متلازمة المحتال مختص يقدم نصائح حول صيانة المكيفات وأساليب الغش فيها حياكم بالله لطالما كانت المملكة غنية بتاريخها وثقافتها العريقة ومكانتها الدينية عمقا للعالمين العربي والإسلامي وبقوتها الاستثمارية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط ثلاثة قارات رائدة إقليميا ومركزا للاستقرار والفرص اليوم ومنذ العام 2016 أطلقت المملكة تقرير رؤية السعودية 20-30 نتابع هذه البطاقة التعريفية التي تلخص أبرز هذه المجازات التقرير السنوي لرؤية السعودية 20-30 لعام 2023 بلغ عدد المعتمرين خارج المملكة 13.560.000 معتمر لعام 2023 متخطيا بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر ليصل إلى أعلى رقم تاريخي للمعتمرين الأجانب بزيادة قدرها 116% كما بلغ معدل البطالة في المملكة 7.7% لعام 2023 مقارنة بـ 12.3% لعام 2016 متجاوزا بذلك مستهدف العام البالغ 8% ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية الغير نفطية لتبلغ 457 مليار ريال سعودي لعام 2023 تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجرية بقيمة بلغت 5 مليارات و250 مليون ريال في عام 2023 بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بنسبة 35.5% في عام 2023 وصل عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع ومتطوعة بنهاية عام 2023 ليقترب من مستهدف عام 2020 البالغ مليون متطوع انطلقت فعاليات منتدى العمرة والزيارة عبر جناح روح السعودية وهي الهوية الرسمية للسياحة السعودية يصلت المنتدى الذي يستمره لثلاثة أيام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة الضوء على المنتجات السياحية التي تستهدف إثراء رحلة المعتمر والزائر بجانب تعزيز الحوار والإبداع وتمكين الشركة رعى صاحب السمو الملكي لأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز زمير المنطقة الشرقية حفل افتتاح وتطوير وتوسعة مطار الأحساد الدولي وعقب التجشين أوضح محافظة الأحساد أمير سعود بن طلال بن بدر أن المطار يخدم أكثر من مليون مسافر سنويا إلى وجهات محلية ودولية وتعتبر هذه التوسعة هي الأكبر في تاريخ مطار الأحساد الدولي للمزيد مع الزميل موسى بن يحيز مطار الأحساد الدولي يعني من 400 إلى تقريبا مليون يتجاوز المليون هذه كمرحلة بداية لكن إن شاء الله تعالى طبعا يعني 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 يحث على الفيس الآخر أو كذا هو وصول المستهدف اللي هو المليون اليوم نحن نتكلم مطار الملك مطار الأحساد الدولي في عشرين ثلاثة عشرين نتكلم عن تقريبا 190 ألف مسافر اليوم الطاقة الاستعبية تتجاوز مليون مسافر طبعا الحمد لله تحدي طاقة الاستعبية تم تجاوزها والله الحمد اليوم التحدي اللي أمامنا نحن نعمل مع الناقلات سواء الوطنية أو الأجنبية لاستقطاب المزيد من الناقلات في مطار الأحساد وبالتالي زيادة الواجهات المباشرة من وإلى الأحساد طبعا البنية التحتية ستساعد مستقبلا على تحسين تجربة المسافر وكذلك تحسين الجميع ما يحتاجه المسافر من خدمات من كذلك وجهات منطقة أو محافظة الأحساد محافظة عزيزة علينا جميعا تستحق الكثير وما تم تقديمهم فريق العمل فريق عمل شركة مطارات الدمام عبارة عن شيء بسيط لما تستحقه المحافظة فنتمنى إن شاء الله لكون مطار هذا مطار يعمل بكفاءة أعلى من الكفاءة الحالية وكذلك يكون المطار إن شاء الله وجهات أكثر وإن شاء الله قريبا سنرى بعض الوجهات شلال السنة هذه وجهات جديدة على بعض الساكوان كانت دونية ومحلية لتخدم المحافظة بشكل أفضل تستضيف الرياض في مايو المقبل مبادرة Great Futures وفعالياتها المصاحبة على مدار 12 شهرا بمركز الملك عبدالله المالي يأتي ذلك بهدف بناء شراكات سعودية بريطانية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تدعم رؤية السعودية عشرين ثلاثين ألقت الدوريات الأمنية بمحافظة جدة القبض على مواطن أساءل الذات الإلهية ووثق ذلك في محتوى مرئي قبل نشره على منصات التواصل الاجتماعي وفي بيان للأمن العام جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العام وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية السابعة والأربعين التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وتحمل على متنها موات طبية وإيوائية تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بل عبد الرحمن المرشد مع معالي وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية في عمان بتمويل سعودي من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار وتهدف المذكرة بجانب تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية إلى تشتيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان الشقيق أعود لكم بعد الفاصل حياكم الله من جديد تشهد أسعار الذهب أو شهدت أسعار الذهب في الأيام الماضية تذبذب بين ارتفاع وانخفاط وسط تفسيرات تقول أن لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط علاقة في ذلك بالإضافة إلى أسباب اقتصادية عدة للتعليق وتفسير ما يجري في هذا القطاع المهم والحيوي يسعدنا أستضيف معي في الاستوديو لأستاذ كريم العنزي المختص في مجال الذهب هياك الله معنا أستاذ كريم شكرا لقبول الدعوة وحضرك معنا بها لليوم الله يحييك في بي شكرا لك الله يبارك فيك خلينا نأخذ يعني قبل ما نبدأ نتكلم يمكن عن أسباب الآنية اليوم للارتفاع والانخفاض نتكلم عن عن تاريخ الذهب بشكل عام اليوم كملاذ آمن بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الذهب مثل ما تفضلت هو ملاذ آمن على مدى التاريخ الذهب يأخذ ملاذ آمن لأنه هو ما غلية ثمنه هو خف وزنه الذهب الدول تأخذ احتياطيات في البنوك المركزية البنوك التجارية كلها يكون عندها صناديق استثمارية في الذهب وغالباً تكون الصناديق الاستثمارية تستحوذ على نسبة تصل إلى 15-20% من موجودات البنك بعض البنوك تصل إلى 25% لكن لا تقل على 10% من ممتلكات البنك تكون ذهب بالنسبة للشركات التي تشتغل في قطاع الذهب ومجهورات كمصاغات فهذا بالنسبة لهم هذا سلعة رائجة باستمرار بالنسبة للأفراد يأخذون الذهب بالمعنى المتداول عندنا في المملكة وفي دول الخليج الذهب زينة وخزينة اليوم الذهب طال عمرك موجود بين أيدي الأفراد لكن بنفس الوقت الذي يرفع السعر ليس الأفراد ليس طلبات الأفراد الذي يرفع السعر أو يخفض السعر هي المؤثرات الخارجية دائماً نحن نتكلم على الذهب أنه أمامه إحدى ثلاث مؤثرات تأثر فيه سلباً أو إيجاباً وخاصة من ناحية سلبية إما تكون مؤثرات سياسية أو اقتصادية أو أمنية وأن تعرف العالم الآن يعني في بعض الأمور وصلت الأمور على كف أفريد في بعض الدول منطقة الشرق الأوسط كانت مرشحة أنها تصير فيها أمور قد يكون أمنية غير محمودة لما جتنا أزمة أوكرانيا وصل الذهب برضو الارتفاعات كبيرة وكان يعتقد أنه ربما أزمة أوكرانيا يتوصل العالم إلى حرب عالمية فبالتالي الآن لما هدت الأمور شوي في منطقة الشرق الأوسط وهذا متفاجئ أن إن شاء الله يتكون الهدوء التام يسود على طول يكون شرق الأوسط منطقة أمن وأمان بإذن الله تعالى فهنا الذهب ارتاح وتعافى نعم نحن نتحدث عن أسباب جيوسياسية أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى هي تأثر عليها السوق اليوم وشكلها سيدك ريز نحن نتكلم عن عن ارتفاعات في البورصة حق الذهب نتكلم عن السوق في التداول اليوم اللي هو التداول اليدوي والتجارة وين حاصل الارتفاع بالضبط الارتفاع هو بنوك مركزية عالمية تسحب كميات كبيرة من الذهب احتياطي طبعا نزيد احتياطياتها نعم اليوم الصين ساحب تقريبا أكثر 250 طن ولكنهم ما اعلنوها لكن على كميات بسيطة ولكنها مجلس الذهب العالمي والجهات المراقبة عرفوا ان الصين هي قاعدة تسحب الكميات هذه ليش ما يعلنونا وش إلا أنه إذا أعلنوها بالحالة هذه لنظمة يصير الطلب عليها أكثر يرتفع السؤال أكثر فيشترونها بهدوء تخلق حالة بالأسواق لشان لا تخلق حال نعم فيسحبونا بهدوء لكن المراقبين للأسواق يعرفون وين الكميات هذه راحت كميات 250 طن ما يبقى 250 طن بعض دول ما عندها وصيدها على 15 20 طن وبالتال 250 تأثر في السوق تجي برضو بنوك استثمارية عالمية لازم تضع عندها ذهب ما لا يقل عن 10% مثل ما قلت قبل شوي أنه هذه حفظا لحقوق الناس لأنه الذهب كل شيء ممكن يروح إلا الذهب يبقى بيدك موجود وبالتالي هي لتأثر سحوبات البنوك المركزية وليس حتى البنوك التجارية بنوك المركزية بالنسبة للصين خاصة الصين عندها بنك الصين التجاري وعندها بنك الصين الصناعي هذه تكاد تكون بنوك مركزية وعندها فاتحين حسابات حتى عندهم بالذهب يعني الواحد يصير بدل ما يصحب باليوان أو يودع باليوان يودع بالذهب بالقرام بالكيلو إلى آخرين وبالتالي هم يشجعون شعوبهم على التحوط بالذهب أو اكتنازة اكتنازة والتحوط والتحوط اللي يكتنز هو التحوط وشرق آسيا وهذه ثقافة الشعوب الآسيوية كلها أن الذهب بالنسبة لهم ثقافة حياتية كل لازم يكون عنده ذهب هدايا الزواجات هدايا العراس وبنسبات الدينية عندهم الذهب لا يكون موجود دائما عنصر أساسي جدا وما دعو الأسواق التجارية أو التداولات اليومية له وجوه متأثرة بالعرض والطلب متأثرة بالسحب اللي يصير اليوم من البنوك المركزية ولا المسألة سوق عرض الطلب هي طبيعتها حال سوق عرض طلب لكن الآن نتكلم أنه في كل دول العالم اليوم سعر الذهب ارتفع اليوم نتكلم نحن عن 2300 وكذا دولار نعم اليوقية أو السبيكة أو الأنصة نسميها نحن يوم الأيام كنا نتكلم الأنصة كانت قيمتها أقل من 400 دولار كان 300 دولار قيمتها الأنصة وصلت أعتقد إلى 280 دولار قبل ما يقارب 30 سنة ولكن ذلك الأيام كم نحن نتكلم كسوق محلي كنا نبيع قرام الذهب 30 ريال 32 ريال اليوم ما حد يقدر نبيعك أقل من 300 ريال بنسبة ريال 21 لأنه ما توفي معها أصلا هنا الطلب هذا موجود سوق المحلي بالنسبة لأنتكلم على سوق المملكة السعودي الحمد للقوة الشرائية في المملكة قوية ولكن اليوم نتكلم ككمية يعني الكمية الكيلو اللي كان قيمتها أول 30 ألف 40 ألف اليوم قيمتها 300 ألف 300 ألف موجودة ولكن ما حد تجيب لك نفس كمية الذهب اللي كانت موجودة بالأول السيدة اللي تجي تشتري بـ 10 3 ريال أو 20 الف ريال ذهب ما تأخذ فيه كميات اللي كانت تأخذ الأول كان ممكن تأخذ 20 الف ريال طقم كبير وجميع جدا يعني نتكلم عن تأخذها قد يكون لكن يبقى لا زال ثقافة الناس عندنا في المملكة لا زال مصررين أنه الذهب يبقى ملاذ آمن وثقافة الذهب مثل ما قلنا عند الشعوب الآسيوية هي موجودة عند الشعوب العربية وشعوب الإسلامية وكلها ليش يقول السعوب الإسلامية لأنه عندما يجينا الحاج ومعتم من المملكة من أهم الأشياء يشتري الذهب السعودي على فكرة أنا كنت أنت بسألك عن أنواع الذهب تحديدا يعني عندنا عندنا أنواع خاصة فينا في السعودية في بعض الدول العربية عندهم يقولون الذهب الأصفر أو الذهب النحاسي يسمونه الأنواع هذه اللي يتكلم عنها اليوم وش أكثرها قابلية أنا أكد أنه سمعة الذهب السعودي من فضل الله كانت ورازات والصفق وستبقى رائعة جدا لأنه نحن عندنا نظام المعادنة ثمين الأحجار الكريمة صادر مرسوم ملكي لا يمكن بيئ ذهب أقل من عيار 18 اللي هو 750 هذا أقل العيار بينما الدول الأخرى في عندنا 14 13 13 حتى في بعض دول عندنا العيار يصل إلى 9 فأنت لما تقول 9 يعرف أنه نسبة نحاس فيه كم صارت نسبة حاس فيه 15 والذهب 9 والتالي هذا غير موجود عندنا في المملكة عندنا أقل شيء عيار 18 وإن كان الطلب المحلي غالبا يكون على عيار 21 وهو الرائج في المملكة ودول ثقة في الذهب اليوم 21 يمثل 875 بالألف ذهب يعني 87 ونص ذهب و12 ونص نحاس وفضة ومواد شائبة تكون لصياغة الذهب لأنه أصلا الذهب الصافي نقوله الذهب الصافي لعيار 24 هو 4 999 9 لأنه على فكرة أكثر الناس يقولك صافي 100% ما في ذهب 100% الذهب أصف شيء يكون 4 9 هذا قولا واحد أبدا لأنه لازم يكون في شائبة 999 وفاصل 9 هذا أرقى شيء هدف من وجود الشوايب هذه لا بس ليست هي هم مكيفين هم نزلي لا يبقى تصفية الذهب ترى ما هي بحاجة سهلة يعني تستطيع أنك تضبط الآن لما نقول عيار 21 يضبط في الميزان نحن على فكرة كنا قبل فترة بسيطة يعني مجولة مع وزارة التجارة بزيارة بعض المصانع وكنا نسألهم عن هل تستطيع أنك تضبط العيار على 875 ولا تحتاجون نسبة أو نسبتين سميح أنه سهم أو سهمين أنه الذبذبة يعني ينزل إلى 874 ربما يصبع فهو ما عدا الخطأ ممكن ضبط على 875 يعني يبقى عندك 125 بالألف هذه هذه هي عبارة عن المواد اللي تضاف للذهب اليوم لما تقول عيار 24 عيار 24 ما قدر أصيغلك بالشيء اللي ينتبيه صعب جدا يصير طري جدا شف ما في دول كمصاغ كمصاغ أنت بتحوله إلى مصاغات ناعمة وراقية لازم تزيد ونحاس شيء طيب لن تحضل عشان يتطوع معك عشان يطوع نعم تبي يطوع عكت طال عمرك عيار واحد وشيء لكن تبي يطوع معك أحسن حوله إلى 18 18 سيصير أنك تصوق فيه أحسن صياغات اللي هو عيار 750 بالتالي الشائبة هي تأتي من الشغل نعم فيه يمكن قاعدة من داول عند الناس أنه لما تروح لصاحب ذهب يقولك لا تسألك كم القرام إذا سألت بيختلف نقاشك معه أو على قولتهم كاسرك معه بالعمية ليش ما أدلوا المعلومة هذه أول مرة أسمعها بالعكس اسأل من حقك أنك تسأل من حقك أنك تعرف ومن حقك أنك تاخذ فاتورة واضحة اليوم يسألني بعض الناس يجوا يتكلمون يسألني ويسأل غيري لكن سؤال متداول أنه والله لعب عليه صاحب المحل زود عليه أي طعة ذهبية يأخذ معها فاتورة الفاتورة هي الضمان فاتورة يموضح فيها الوزن والعيار الكمية نوعية الذهب أنا أقول لك الذهب لدينا لدينا ذهب شغل الرياض لدينا شغل جدة لدينا شغل الشرقية نقول بحريني نقول شغل ذهب الدبي إيطالي تركي إلى آخره فاتورة هي الضمان مجرد أن يكون معك فاتورة فأنت ضمن تحقك لكن قضية ما أسأل هنا يختلف لأنه كنت تسأله يقول لك سعر الذهب كذا تلقى نفس السعر يمكنك زاد ريال المصاغات المحلية هي أرخص أنواع تكلفة أرخص المحلية المحلية دائما المحلية أرخص الأجور لكن ما تكلم بالإيطاليا تكلم بالتركيا طبية الأجور ترتفع لأنه في دقة بالعمل أكثر هنا طالع أمرك كذاك الأمر عندك الذهب الهندي ذهب الهندي برضو أجور عالية لكن الإقبال العالي الذهب يتأثر طبيعة الحال يعني مصاغاته تخلب السعر قد يكون مصاغاته يمكن يجي القرام يكلفك 2 دولار صياغة أو 1 دولار بعضا يكلف 5 دولار 10 دولار حتى أنه فيه بعض المصاغات تصل إلى أكثر من 15 دولار أجور صياغة فقط هذه مصاغات الدقيقة والنعمة جدا هذه غالبا تكون بالذهب الإيطالي اليوم لو في شخص يبي ياخذ الذهب كوسيلة خلنا نقول للتحوض من الأزمات من المشاكل فيه أوقات معينة يعني إحنا نعرف مثلا بلسهم أستاذ كريم أنك تشتري وقت الانخفاض وتتخرج وقت الارتفاع وهذا يمكن ممكن تطبق على أي عملية اليوم موجودة أنت ممكن تستثمر فيها هل هذا ينطبق على الذهب الذهب الدروفي كبير قضية أنك تبي تشتري ذهب وتقول لما يطلع أنا برض أرجع بيعة لضرب في الذهب كبير اليوم تكلم عن الأسهم الأسهم سوقها محلي أسهم السعودية سوقها محلي السوق المحلي يعني فيه سيطرة عليه من الجهات الرسمية على الذبذبة لو صار ما صار في السالة يمكن يسيطروا على 5% 10% لو صار في شيء تالي يكون البورصة لكن بالنسبة للذهب لا الذهب طال عمرك يفتح مع بورصة سيدني وطوكيو بقصة الشرق آسيا ويغلق مع بورصة لوس أنجلس مروراً ببورصات العالم وإن كانت بورصة لندن هي البورصة المركزية للذهب فأنت كيف تسيطر علي خطر ممكن الذهب بيوم واحد يطلع 100 دولار 200 دولار وينزلها وبالتالي أنا لا أرى أنه الواحد يشتري ذهب على أساس أنه يبغي يضارب فيه كمضاربة لكن أنت يكون عندك فلوس في البنك ما تبغاها ما أنت بحاجتها الآن قاعدة في البنك وتقول عشان القيمة تبقى موجودة عندي يعني كقوة فأنا حول جزء منها حول جزء منها ذهب يجب أنه كل واحد عنده مبلغ في البنك أنا أقول لي عنده مليون ريال مفروض يخلي منها أقل شيء 100 ألف ريال ذهب عندك 10 مليون خليك مليون ريال ذهب كسبايك أو مشغولة أنا أراه أنها سبايك 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 أول شيء ما عليها ضريبة قيمة وضافة ما عليها معفية معفية طبعا ذهب الصافي ذهب الصافي ما عليها رسوم جمركية ولا عليها ضريبة قيمة وضافة والتالي تأخذ بسعر أقل وحتى أصحاب المحلات الذين تداولون الذهب الصافي يعني هذه المعلومة أكثر ناس ما تعرفه أرباحهم فيها هامشية لأنه أصلا هو يعتبر عملة نعم وتداولها أصلا ثابت يعني ما يقدر يعني اللعب فيه يكاد يكون قليل جدا لأنه ما في أجور الصياغة سبيكة أول ما تصب السبيكة فيها تكلف لها يمكن خمسة دولار تكلف لها عشرة دولار وصبتها يعني مبلغ بسيط لكن بالأخير الأرباح فيها برضو بسيطة لأنه ما فيها شغل كثير هذا السر في ذلك طيب اليوم لو نبغى نتكلم عن مستقبل الذهب نحن نقول أنه وسيلة للتحوض وانت بديت كلامك أنه قلت ما خفى وزنه وغلى ثمنه وهذا شيء يمكن سائد عند كثير من الناس لكن هل يمكن أنه يصير اليوم في تحول معين يخفض قيمة الذهب الأحداث الجيوسياسية أنا أقول من اليوم وخلق الله جل وعلا السماء والأرض جعل النقدين الذهب والفضة فهذه يخذها أبدية الذهب لن تنخفض قيمته إلى أسعار متردية أو متدنية هذه إنسان نهائية لكن بالعكس المستقبل يقول أنه الذهب يبقى عزيز الذهب ممكن يطلع لكن هذه ليست دعوة للشراء وأن كنت أنا وصر أنه كل إنسان يجب أن يكون عنده تحوط كمية من الذهب خصوصاً المبالغ غير شغالة اليوم عندك بلوس يحطها بالاستثمار خلا بالاستثمار أوكي لا ترجع أصرف منها شيء وتحطه بالذهب لكن اللي عنده كاش قاعد في البنك لا يجب أن يطلع تحوطاً صح لكنك قلت قبل شوي أنه الدرب عالي طبعاً طبعاً لكن الدرب عالي لكن بيدك أعطيك مثل صار عندنا قبل كم سنة شوية ركود بالأسواق واحد عنده خلينا نقول عنده طال عمرك مستودع قطع غيار فيها بأربعين خمسين مليون ريال محتاجه خمسين ألف ريال ما يقدر ما في زبون سوق واقف واحد عنده مارس سيارات في مئتين سيارة محتاج مئة ألف ريال ما في زبون يشتري سيارة حصل ولا ما حصل وقف لكن الذهب مجرد أنك تحط القطع الذهبية على الطاولة تاخد قيمتها بناقص لا يتجاوز 2% إذن هذا تحوط ولا ما هو بتحوط تحوط هذا أفضل من أي سلعة موجودة عندك عندك برج 20 دور أحيانا تلقى زبون يشتريه وأحيانا تلقى ممكن تبيعه بناقص 30% لكن الذهب قلتك 2% ماكسموم ذهب تاخد ذهب بسعره كم أعطي كم أعطي الذهب كخلينا نقول مبلغ تحوط سنوي للشخص مثلا اللي عنده توجه أنه يضع كم تقريبا النسبة العامة 10% 20% أنا أقول خلي عندك جزء من استثماراتك ذهب بحيث أنها تكون 10-15% 5% لكن لا تزيد فيها كثير لأنه أرجع أقول لك الدرب هي في الذهب عدم تحكم فيها أي دولة ربما في اليوم والواحد يطلع 100 دولار 200 دولار ويمكن ينزلها وسهل جدا أنك تبيع سبيك أو إلا في أوراق معينة تستلزمك الحمد لله نحن اقتصاد نحن اقتصاد حر أبدا تشتري من أي واحد موجود الحمد لله الذهب عندنا كميات في المملكة بالأسواق كميات هائلة جدا وش ترتيب نحن نفسه قد ذهب عالميا عربيا نحن رقم واحد عربيا عربيا رقم واحد ما يحتاج حجم كم تقريبا ما أعلم حجم كم لأنه ما في عندنا القامة رسمية لكن المتعارف عليه أن المملكة فيها كحكومة تحوط البنك المركزي عندنا أكثر من 323 طن بالتالي نحن الأول عربيا لكن ترتيبنا عالميا والله ما نبحاظ لكن فيه قدامنا قد الدول لكن ليس بكثير وكأسواق تجارية كأسواق تجارية أعتقد الموجود في محلات النهب للأسواق السعودية لا يضاهي في أي دولة أخرى مع احترامي حتى الأسواق دول خليج اللي عندهم هناك عندهم قد يكون موجود عادة التصدير عادة التصدير عندهم في دبي اللي يدخل السوق يدخل كمية هي لعادة التصدير شيء يجي لدول الخليج شيء يروح لدول أفريقية وشيء كثير أو الأكثر يمن يروح للدول الآسوية نرجع أقول ثقافة الدول الآسوية بالذهب كبير الهند تسحب كمية هائلة من الذهب بالمناسبات الدينية والأعراس اللي عندهم الذهب عندهم لكن كسوق محلي يبيع على السوق المحلي اللي عندنا في المملكة أكبر سوق في المنطقة يعني ما بيبالغ أقول أكبر من دول المنطقة لكننا الأول عربية الأول خليجية في كمية الذهب المعروضة في الأسواق الصعوبية لأنه شف عندك كنا زمان قبل أن تتفع الرسومة الجمركية وقبل أن تتجين القيمة المباطعة كنا نحن سوق عالمية هنا كنا الدول اشتغير اه اشتغير الاتفاع الرسومة الجمركية صار ما عاد خلينا نشتغل في عمليات إعادة التصدير كان فيه تجارة عندنا يسوردون أسبوعيا كميات هائلة من الذهب يجيبونها من إيطاليا وغير إيطاليا وتباع بنفس اليوم خلينا نقول اشتغير عليهم ارتفعت الرسوم اليوم اللي يجي يجيبت كم تقريبا الرقام يعني كنا كانت الرسوم الجمركية يعني ما توفي مع كم 30% 40% لا هي ليست كذاك الرسوم الجمركية 5% لكن ضيبت قيمة المضافة 15% اشتغير صار 15% اللي جاي من برة ما يستفي منه شي احنا كان عندنا سوق الحاج والمعتمر يجون تجار يعتمر ويشتري كمية ويمشي اسبوعيا على الحالة هذه يعني تلقى بعضهم يجي بالشهر مرتين ثلاثة اول الان طبعا هذا شيء توقف صحيحنا كم سنة ما عندنا عاد تصدير للذهب لكن لا زال الحمد لله سوقنا منتاز السوق المنطقة الغربية بالحاج والمعتمر يعني لا زال الحمد لله جيد جدا في موسم الحج في موسم العمر تباع كميات هائلة على فكرة فيه هناك فضر ثقة بالذهب السعودي الذهب السعودي لما قلت لك ان النظام عندنا لا يسمح بأقل من عيار 18 الذهب السعودي ابد مجرد انك تاخذ الفاتور اخذ الذهب مضمون في جولات رقابية الغشش يكاد يكون يعني اقل من ان يذكر موجود في كل شيء في كل شيء موجود الغشش لكن اكاد تكون هنا تافه نعم ما نذكر تابعنا قبل فترة سوق النريف وسمعتها طيبة على مستوى العالم اي قطعة ذهبية تيجي في دولة من الدول الاخرى في دول افريقيا من الدول العربية مجرد ان العيارة السعودي ياخذها باطمنا اذكر قبل فترة يمكن تابعنا المنسب الماضي تقرير لهاية المصوات المقاييس حتى الميزان الخاص بالذهب والمعايرة يخضى يعني المعايير صحيح او صارم صحيح ابروح معك يعني هذا خلنا نقول اللي نتكلم عنه اللي هو الاكتناز والتحوط يمكن هذا عند الاربعينيين فما فوق لمن يريدون تأمين يمكن مستقبل ومستقبل حتى ابنائهم بس لك عن الجيل الجديد توجهات الجيل الجديد تحديدا يمكن سيدات وش وش الاقرب لهم الاقرب لهم الفضة الاقرب لهم الذهب والفضة مخلوطة وش وش الانسب لهم واللي يفضلون الماركات العالمية على على الذهب الحقيقة فتحتنا جرح تجار الذهب يعانون منه الهدية تغيرت كان اول اعظم هدية تقدم في الزواجات هي الذهب للأسف الان دخل الجوال هدية دخلت اكسسوارات هدية في بعض انواع الاقسسوارات يعني تقم من الاقسسوار قيمتها تقصد 3000-4000-5000 ريال وش تقصد اكسسوار اكسسوار وكل ما تانع قيمته بعد الشراء لما يصير السكند يعني مواده والشي مواده ولا شي لا استيق يعني ما في حكم ذلك ربما في بعضها يجي فيها كروم وعضها يكون فيها فضة ولكن قد يكون فضة غير نقية حتى الماس لا لا مو بالماس الماس لا الماس لا يختلف وان كان دخل برضو الآن في العالم دخل الالماس الصناعي والالماس الصناعي يختلف اختلاف جدري عن الماس الطبيعي الماس الطبيعي عزيز وسعر محافظ عليه بنسبة كبيرة لكن الماس الصناعي لا سعره متدني جدا جدا يكاد يكون مقارب للزركون ولكن نتكلم حنا على الهدية الهدية كانت ذهبية سواء كانت الماس وغير فيها الماس او ما فيها الماس لكن تبقى الاصل فيها موجود الذهب اليوم دخلت الهدايا اللي قلت لك المشكلة فيها سواء كانت الهدايا الفضية او الهدايا الاكسسوارات هذه قيمتها لما تشتريها بعدها بدقي كثير قيمتها صفر صفر ولا شي ما احد يشتريها منك صاحب المحل اللي تشتري من عنده الاكسسوارات و جيته بعش و قلتها ابغل بيعك اياها قالك ما اخذها ما يشترونها لانه لا لا يعاد صياغتها اليوم الذهب اي قطعة ذهبية ربما الذهب اللي فيها هذا هذا عمره يمكن الف سنة لانه يعاد صياغتها مرة ثانية اليوم حلق بكرة يصير خاتم بعد يصير يقد بعد وا 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 الاخرين يعاد صياغتها لانه معدن ثمين يعاد صياغتها لكن الاكسسوارات ولا شي كبها فهمتني كيف يعني قد يكون فتشوف انه القبال مرة ضعيفة على الهدايا ضعفة ضعف لكن يبقى يعني انت فضلت اما قلت الاعمال الاربعينيين صحيح احنا نشوف لما تيجي عروس تبغى تجهز ذهب وهذه صارت لأسف انها قليلة فتكون امها معها تصر عليها ان يخذ ذهب يخذ ذهب الذهب تحتاجين وبعدين الذهب ترين فأس بعدين الى خير من الكلامات وهذا توجيه الام لانه ام واعي وتعرف قيمة الذهب البنات للأسف يبون حاجات خفيفة يعني تقتنع يكون عندها خاتم واحد سلتين وخلاص يكفيهم عدت بي شي بعضهم تبين تعليق وتبينها حلقان خفيفة لانه ما عد يعتمدون عن امور هذه يعتمدون قد يكون على البراندات صار يبون البراندات البراند ربما خاتم براند قيمة 30 ألف ريال بس لو بقى ولو قطع الكلامك لو بقى الخاتم البراند في شي سمونا فينتج اللي هو كل ما زاد أو كل ما عتق هل هالشي زادت قيمة ما هو بكلها ما هو بكلها هذه براندات معينة اسمها معينة صح وهذه زبونها لكنه موجود هذه زبونها قليل يعني مثلا عندك ساعات في بعض الساعة تشتريها بخمسين ألف ريال تيجي بعدها بسنتين ثلاثة أو عشر سنوات عفوا أكثر من سنتين ثلاثة تيجي بعد عشر سنوات الكلكشن هذا خلص الساعة كبراند وبالتالي برضو الهدايا الذهبية البراندات هذه عزيزة وتبقى ولكنها قليلة جدا لتحافظ اسمها وقليل جدا برضو سوقها سوقها محصور فيئة معينة من المجتمع لكن أنت تتكلم على العموم يبقى الذهب عزيز يبقى الذهب عزيز وأنت عزيز والحديث معك لا يمال لك طولي بعمرك شكرا جزيلا لك وشكرا لكل هالمعلومات والنصائح القيبة نتمنى أنه كثير من الناس حياكم الله من جديد إن كنت تمر بحالة تشعر من خلالها أنك غير جديد بوظيفتك أو مؤهل أو مكانتك فغالبا مشكلتك سوف تتعرف عليها وعلى أعراضها وعلاجها في هذه الفقرة التي خصصناها لتسريط الضو على متلازمة تعرف بمتلازمة المحتال التي لا يجهلها علماء النفس والمختصين فيه حول هذا الموضوع أسهد باستضافة الأستاذ فهد أبا وزير الأخصائية النفسية حيأكلم معنا أستاذ فهده شكرا لقبول الدعوة حضرك معنا اليوم أهلا وسهلا الله يحييك أول شيء يعني أكثر شيء لفت انتباهي يمكن تسمية متلازمة المحتال من وين جت هذه تسمية متلازمة المحتال؟ طبعا متلازمة المحتال خلينا أضرب لك مثال بسيط يمكن عشان يصير أسهل ويوصل أنه مثلا خلينا نفرض لو كانت عندي صديقة والصديقة هذه معها شهادات وعندها قدرات وعندها إمكانيات تمام ومثلا إنها كلمت أبوها وقدمت على عمل في المكان الفلاني جيد تمام فلما أجي مثلا أقول لألف مبروك أنه أنت برافو عليك أنك يعني رشح للعمل هذا تقول لا مو عشان أنا قدرات وإمكانيات لا عشان أبو يكلم فلان فيكون متلازمة المحتال أنه الشخص ما يعتقد أنه سبب نجاحه أو أنه يترقى أو يوصل المناصب بسبب إمكانياته وقدراته وشهاداته ليش يوصل هو للحالة؟ يوصل للحالة هذا لأنه لا يوجد ثقة بنفسه وما عنده ثقة بقدراته يعتقد يعني بناء على الصورة اللي بينه وبين نفسه هو يشوف نفسه أنه أقل من المستوى فهو طوال الوقت يحاول أنه يثبت للناس لأنه يشعر أنه مثلا نوصل للمكانة هذا بسبب الحظ طيب أخذ معك تفصيلة كثير لكن بعدها الفاصل قصير أحياكم الله من جديد نتحدث في هذه الفقرة عن صفات متلازمة المحتال السادة فهدة قبل الفاصل يمكن أن نتكلم ضربتي مثال لسيدة اليوم أو فتاة تروح لي وظيفة وتقول لي لها ما شاء الله حصلت على الوظيفة تقول لك لا أنا ما حصلت على الوظيفة عشان قدراتي حصلت عشان واسطة أبوي من وين تجي هالحالة يعني واضح أن الحالة هذه مرتبطة بانخفاض تقدير الذات يعني أنت تقديرك لذاتك يكون بقل حالات إذا ما هو متلاشي صح من وين يجي هي تيجي أحيانا طبعا هو يصنف لا هو يصنف لا هو مرض نفسي ولا هو عقلي ما هو الطراء نفسي يصنف على أساس أنه هو سلوك مكتسب يكون نتيجة سمات الشخصية اللي موجودة عند الشخص بمعنى أن الشخصية هذه يكون يكون دائما يسعى للمثال المثالية يسعى للكمال من الشخصيات الوسواسية الدقيقة المنظمة اللي تعتقد دائما أنه لازم اللي زي كذا دائما نشوفه من يكون عندهم إفراط في العمل يعني الجهد اللي ممكن أنا أقدمه والجهد اللي أنت تقدمه يعني أنا لو كنت بالشخصية هذه هيكون لازم أقدم جهد دبل لازم يكون أنه بيرفكت المثالي ولازم أرضي مديري أو رئيسي ليه؟ ما عنده نفس العمل لكن بسبب الحرص والدقة هو قعد يقدم جهد أكبر فيصير عنده إفراط في العمل لأنه يبغى يكون على توقعات الناس يهتم أيضا برضى الناس يعني مو بس قلة التقدير الذات يسعى لرضى الناس بطبط فوحدة من الأشياء اللي هي سمات الشخصية النقطة الثانية ما صعب ترضي كل الناس ما صعب ما في أحد يضي ولا في أحد مثالي ويمكن حتى خلينا أخذها بمثال العمل حتى المختصين في الموارد البشرية المختصين بأداء الأشخاص يقول لك أصلا عدم اختلافك في العمل هو دليل على ضعف شخصيتك يعني أنت لا بد أنك تختلف لا بد يكون لك رأي طبعا لا بد أنك تخالف يعني مو لأنه الخلاف يعني هو هدف لا لازم تقول وجهة نظر لكن من وين تتولد هي من سمات الشخصية مثل ما ذكرت أحيانا يكون من طريقة من البيئة من الضغوط اللي نمر فيها من طريقة التربية والتعامل يعني مثلا إذا كانوا بعض الوالدين مثلا يقارنون ابنهم شوف فلان أفضل منك أو يكون فيه حماية زائدة أو الضغوط فهي تتولد من الطريقة هذه ليش؟ لأنه طريقة التربية لها دور في أنها تبين كيف لما نحن نربيهم هل نربيهم بأنهم يكونون وافقين من أنفسهم لما يخرجون للمجتمع سواء المدرسة أو العمل هيظهر في الشخصية لكن لما نحن نربيهم على أساس أنه نحن ننتقدهم أنه لازم تكون كامل لازم كون شيء يكون بيرفكت مثلا ممتاز لا لازم تجيب إبلاس ما في شيء كامل المعايير اللي نحن قاعدين نحطها في أسلوب التربية تنعكس عليهم لما يكبرون فمهما وصل وش المفروض اليوم لو بنوجه رسالة لولياء الأمور كيف ذن المفروض يتعاملون مع أبنائهم عشان يتجاوزون يعني عشان ما يصلوا لهذه المرحلة إذا كبروا الأولاد هي الفكرة مو أنه أنا أربي بطريقة تكون صارما دائما التربية يبغى لها حلم مرونة يبغى لها حلم يبغى لها مرونة ويبغى لها حكمة قد أنا ما أعطيت واحترمت الطفل هذا واحترمت وجهات نظره وأخذته نقشته وحاورت معه أنا أخلق طفل يعني مفيد للمجتمع بدون عقد نفسية قد ما أنا حاولت أني أنا أحط أسقط الأشياء اللي أنا أبغاها والصورة اللي أنا أبغاها لازم هو يكون طبيب بالصورة الفلانية بالشكل الفلاني أنا كده مو قاعدة أحترم رغباته هو إيش يحب هو إيش يحب يسوي تلغي كده تلغي تلغي ايه في المهم اللي هو أسلوب التربية اللي يكون فيه حوار فيه احترام فيه اهتمام برغباته مو أنا اللي أحط رغباتي بس وأهمشه وبحكم أنه طفل مهما كان هو طفل في أنه هو يشعر هو يحس كيف أعرف أنه الشخص هذا لديه متلازمة المحتاجة كيف أتعامل معه حيكون عنده اللي هي مسألة الثقة بالنفس يكون عنده متدني مهما وصل إلى مراحل من النجاح أو وصل إلى مناصف يقول للآخرين أنه أنا وصلت بسبب الحظ أو بسبب فلان أو علان يعني يشعر بالشعور هذا طيب أنا كيف أحل المشكلة هذه نحن ذكرنا الأسباب كيف نحلها لابد أن يكون هو واعي على نفسه يكون عنده اعتراف بالمشكلة هذه يعني الغالبية ما يعتقد أنه فيه مشكلة لا يعتقد أنه هو مجتهد أنه مثلا يفرض في العمل لا عشان أنا مجتهد أنا ما يتوقع أنه لا فيه مشكلة أنت ليش قاعد تبغى تثبت للناس وتضغط نفسك هيصير فيه احتراق نفسي احتراق وظيفي في العمل هيصير فيه عنده قلق هيصير فيه عنده اكتئاب أول شيء أنا أعترف بالمشكلة الشيء الثاني لابد أني أنا أفهم سمات الشخصية اللي عندي إذا كانت أنا دايما أسعى للمثالية والكمال أعرف أنه فيه نوع من أنواع الشخصيات الشخصية القلقة الوسوسية أفهم إيش الشخصية هذه وكيف أعرف أني أتعامل مع نفسي يصير عند الشخص مرونة الشيء اللي بعده لابد أنه هو يعني يحتفل بإنجازات يعني الإنجازات لأنه هو إيش يشوف مهما حقق من إنجازات حتى لو كانت صغيرة يشوفها ولا حاجة ولو حقق إنجازات كبيرة يشوفها ولا حاجة فكل يعني نحن نقول دايما إذا جاه الشعور هذا أو صار فيه تدني فيه ثقة بالنفس أنه يمسك قلم ورقة يكتب إنجازاته يخليها قدامه وكل إنجاز يحققه لابد أنه هو يحتفل ويعطيه وقت من الاحتفال عشان هو يستشعر بالإنجاز هذا هذه الأشياء تساعده أنه لا أنا 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 ما شي صح أنا قاعد أحقق الإنجازات وما يقلل من أهمية الإنجازات اللي قاعد يقدمها هل يمكن أن تقود متلازمة يعني هذا خليني نقول السلوك المكتسب الغير جيد والغير مرضي للأشخاص هل يمكن أن يقود للطرابات نفسية طبعا حيقوده إلى القلق الإكتئاب وحيقوده كمان إلى الاحتراق الوظيفي وحيقوده إلى الطرابات هذه لو كنت في مجال عمل وكان لي زملاء كيف أعرف هذا الشخص يعني أنه عنده متلازمة المحتاجة وش الدلائل وش الأعراض اللي يمكن أشوفها وقل أنه عنده المتلازمة هذه يمكن رسالة للي يعملون مع أشخاص عندهم نثقف كيف يتعاملون معهم لو أنت تبغى تعرف أول شخص ستلاحظ أنه ينتهي الدوام هو يجري الساعات زيادة يشتغل عشان يرضي مديره ويرضي الناس لكن عندما تكون تتأكد أو أنت دعنا نقول عرفت أنه هناك زميل عنده المشكلة هذه كيف ستتعامل معه هنا أنت عشان تخليه توازن تمدحه وتشكره وتقدره على إنجازاته تقول والله برابو عليك لما صار الميتين كذا لما مدري كذا أنت تمدح إنجازاته فأنت لما تبدأ تمدح إنجازاته هو هنا سيهدأ وحي توازن سيحس أنه وصل إلى الرضا المطلوب من الآخرين لكن الفكرة أنه هو نظرة عن نفسه تختلف عن نظرة الآخرين له هو مهما سوى يشوف نفسه ناقص ينتهي بس للآخرين يشوفون أنه هو وكيف يعني خليني نتذكر يمكن معك ميشيل أوباما سيدة الأولى السابقة الولايات المتحدة كانت تقول أنه هي مرت بهذه التجربة هذه المتلازمة وقالت في إحدى اللقاعات أنها تخطتها كيف الشخص يمكن أن يتخطى هذا لما يرجع يؤمن بذاته ويرجع يرفع مستوى الثقة بالنفس ويرجع يشوف الآخرين يمدحون على أشياء معينة هو فيه يعني ممكن أنه يقول للآخرين ما هي الأشياء التي تشوفونها كويسة أنا حققتها في حياتي لما يشوف فلان وفلان وفلان بدأ يمدح ويقول أنه أنت حقق فهنا لما يشوف نظرة الآخرين سيبدأ يتوازن أنه فعلا حقق إنجازات عظيمة فهيبدأ يرتاح لكن هل هذي يستطيع أنه يقوم بها الشخص النفس يعني كيف يولد أصلا اكتقاه هذي هو شوف هو دائما الأشخاص الناجحين يعتقدون أنه مهما حقق ومن إنجازات هما ما سووا يشعر برغبة أنه يحقق إنجازات أكثر وأكثر ربما تكون الدافعية ربما الرغبة ربما الطموح لكن أي شخص ناجح لما تسأله يقول لك لا أنا أريد أستف اللي بعد وإيش اللي بعد وإيش اللي بعد وكأنه تحس أنه متعطش فمهما حقق ليش لأنه يشعر لو إنه قال أنا حققت شي عظيم يشعر الشخص الناجح كأنه حيتوقف ممكن أن يعني يمكن ما هم مجال نتحدث عن الجانب الطبي لكن هل ممكن أنه متلازمة المحتال يعني تقود ضغط نفسي معين على الشخص لدرجة أنه يصاب بأمراض عضوية منها طبعا ممكن أيوة من ناحية نفسي ذكرنا القلق والاكتئاب ناحية العضوية طبيعي أنه الجسد ستأثر عليه ما رح يقابل الناس أنه طول الوقت وشغال في العمل يبغي إثبات هل صحيح أنه هذه المتلازمة تصيب بشكل كبير أو هي موجودة هي موجودة بشكل كبير عند زي ما ذكرت الناجحين والمشاهير عند النساء أكثر لماذا عند النساء 82% أكثر من الرجال لأن المرأة طبيعتها دائما تكون دقيقة ومنظمة ومرتبة لأن المرأة دائما تحب أن كل شي يكون كامل لأن المرأة دائما لا تقبل النقص لازم أنه تجاري المجتمع وأنه الكل يشوف وكل يمدح عند النساء أكثر من الرجال 82% هذه نسبة دراسة داخل السعودية لا دراسات بشكل عام بشكل عام وهذا السلوك يكون يتولد من الطفولة عند النساء مكتسب عند النساء من الطفولة يستمر معهم لأنه من طريقة التربية لحد الشخص لا يكبر ويبدأ والمشاهير المشاهير كمان عندهم موجودة نسبة كبيرة أنت تشوفين تلمسينها المشاهير يمكن خلينا نقول مش متلازمة محتال تحديدا لكن ربما يكون عندهم هوس الشهرة أكثر أنه يبغى يوصل يوصل هذا الطراب سلوكي أم لا الطراب نفسي هوس الشهرة تسميها كلها من الطرابات النفسية تدخل تحتها ويكون بنفس الحالة من السعي للنجاح والبحث عن النجاح يجيهم قلاق يجيهم كآبة بسبب كل أحد يبغى يجاري الثاني وكأنه في سباق وش أكثر للطرابات النفسية كأخصائية اليوم تلمسين إنها يعني تزايد يمكن وتحديدا بعد كوفيد وكورونا اللي موجود عند داخل الشعب السعودي سواء رجال أو سيدات أكثر أكثر حاجة دائما دائما اللي نشوفه بنسبة عالية اللي هي القلق والاكتئاب دائما هذا يعني نسبة عالية القلق بسبب أنه بعض الأشخاص يكون عنده دائما تفكير زايد نمط حياة أسلوب حياة غير جيد مشاكل الاكتئاب الشخصي يوصل إلى مرحلة يبدأ ينطوي وينعزل ويجلس مع نفسه بناء على أفكار وأشياء هو يمر فيها في ناس يكون عندهم اللي هي ثناء القطف موجود يعني يكون من نوبات هواس ونوبات الاكتئاب في ناس الرهاب الاجتماعي يعني ما تستغرب يعني في ناس مسكن مناصب إدارية وأشياء فجأة ما كان في شيء فجأة يصبح عنده رهاب اجتماعي لا يمكن يدخل الميتنج أبسط الأشياء لا يمكن يسويها فعادي الإنسان يتعالج يعني 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 ممكن يجي الاضطراب هذا الرهاب الاجتماعي في سن متأخرة مو شرط أنه في سن بدري يعني إنسان ماسك مناصب فجأة ما كان فيه ولا حاجة لين من وين يتولد نتيجة ضغوط هو مر فيها بعدين سبحان الله يختل توازن الإنسان فيستغرب فجأة أنا ليش كنت أدخل وأسوي ميتنج واجتماعات وما كان فيه شيء ليش فجأة صار عندي رهاب اجتماعي ماني قادر أتكلم تجيني الرهبة هذه لما أجلس معهم في العيادة وأتكلم فعلا أكتشف أنه فيه ضغوط معينة مر فيها دائما سمعنا هذه الكلمة نتيجة ضغوط نفسية يعني وش نوع الضغوط هذه اللي ممكن يتحول الشخص من إنسان إلى إنسان آخر والسؤال الأهم ليش الشخصيات ما تكون قادلة أصلاً تحمل الضغوط هذه يعني يقولون أن الأولين كانوا أقدر على تحمل الضغوط وعيشتهم كانت أمر وأصعب وش اللي تغير أجسادنا تغيرت نفسية وش اللي تغير تغيرت المهام يعني طبيعة الحياة اللي نحنا نعيشها روتين اليوم اللي نحنا نعيشها يعني أنت ما تقارن شخص ينام بدري شخص ينام متأخر بشكل يومي ويسهر أنت ما تقارن شخص منظم أكله ومنظم رياضته ذي شخص يعني غير مبالي يعني الضغوط هي إما تكون إجهاد يعني إجهاد متكرر بسبب سوء التغذية أنه ما في رياضة الضغوط تكون بسبب المشاكل اللي يمر فيها الإنسان المشاكل اليومية أو العائلية حيث ماذا المشاكل تكون فترات طويلة هذه كلها تعتبر ضغوط ضغوط يمر فيها الإنسان نتيجة سلوكيات غير جيدة هو يسويها مثلا سأقول السهر العلاقات الإدمان أي أن كانت تمام فكلها تعتبر ضغوط نمط الحياة الإنسان الآن يقدر يعيش نمط حياة صحي عشان يقدر تصير عنده مرونة عالية ويداوم يروح وتصير علاقاته الاجتماعية ممتازة أنت تقولين اليوم المرونة النفسية مرتبطة بنمط الحياة نمط الحياة أنك تتجاوز هذا الضغوط لابد أن يكون لك أن يكون عندك نمط حياة حيوي خلينا نقول ثابت وفي أوقات وفي مراعاة لجسدك واحتياجاته والأسرتك للي حولك يعني لازم يكون في تنوع حياتك توازن أشكرك جزيز شكر السيد فهدب وزير الأخصائية النفسية بعد الفاصل حيوكم الله من جديد مع دخول فصل الصيف تبلغ صيانة أجهزة التكييف ذروتها نخصص لكم في هذه الفقرة توعية شاملة ونصائح جوهرية لكيفية العناية بها مع لمحان أبرز أسريب الغش التي قد يمارسها البعض بكسب المال ضيفي وضيفكم ونستاذ عبدالله السليس المختص ب مجال التكييف مساك الله بالخير سيد عبدالله شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا بهذا اليوم مساك الله النور أخي جمال وهذا شرف لي الله حي وتعليم الناس هذا يقولون زكاة علمك ما يحتاج طيب جا الصيف هو على الأبواب تون ما قايلين بسم الله مع هالبداية هذه أنا وانتم يمكن أي شخص يلاحظ اليوم الإعلانات الإلكترونية اللي تطلع لك في كل مكان في كل المنصات بالاستثناء أول شيء بسألك عندنا متى يجب أن نسوي صيان المكيفات وتحديدا مكيفات سبلت نعم شوف مكيفات سبلت المفروض أنك يعني بالأجواء اللي عندنا هنا في السعودية مطر غبار يعني يجيك الغبار ثم جانا فترة الشتاء وصار فيها مطار صح فصار فيه تكدس بالغبار على الوحدة الخارجية إضافة أنه الوحدة الداخلية وطريقة تنظيف الفلاتف فالزامي إذا الوحدة الداخلية المفروض أنك أقل شيء كل شهر تفك الفلتر وتصلح له تنظيف وتخليه لين ينشف وترجع ما تنظيف اللي سوي ما يحتاج فك الفلتر وروح يغسره بالمواية وخليه لين ينشف ورجع ممتاز والوحدة الخارجية الوحدة الخارجية تختلف إذا كان الكمبروسر عندك المكيف إما يكون انفرتر أو عادي وش الفرق بينه وش المكيفات الآن صارت نوعين نوع اسمه انفرتر ونوع اسمه عادي مكيف العادي المكيف العادي أو الكمبروسر العادي يختلف عن الانفرتر الانفرتر لما تجي تغسل الوحدة الخارجية فيه لوحة كهربائية فلابد انك تفك كالغطاء ولابد انك تحط قطعة بلاستيك عن انها ما تجيها تحميها ما يجيها ما يجيها ما يجيها ما فقط لكن العادي لا ما فيه شيء يعني التنظيف للوحدة الخارجية كون معتمد على الماء على الماء فقط هي اصلا الريش اللي انت تشوفها اللي موجودة هذه هي فيها الغبار ثم تتسدد فيصير في عندك صوت عاري بالمكيف يصير عندك مشاكل بالتكيف اصلا فالمسألة ما تحتاج انو انا اجيب شخص اخر ما تحتاج ابدا انا قد سألتك السؤال هذا قبل وبرجع اسألك لو جبت اليوم واحد يسوي سيادة اول شي يقول لك عندك مشكلة بالفريون شوف الان بعد هيئة المواصفات اصبح في تطوير بالمكيفات اول كانت المكيفات تشتغل على غاز يسمونه ار اثنين وعشرين اثنين ار الان تحولت ال410 في بعض المكيفات القديمة تشتغل على 22 طريقة الشحن بال22 تختلف عن طريقة الشحن بaren 410 410 دايما تلقى الاسطوان الول الزهري ال finished تلقى لونه زي جاي المكيفات تhst تطوير لأ يخerem موضوع استهلاك الطاقة كل ما استهلكت الطاقة أقل الروتري الآن يختلف على الكمبروسر الانفيرتر الانفيرتر ما يسحب طاقة كثير ما يسحب لك طاقة كثير نظام العمل حقه ما يفصل ما هو زي الكمبروسر العادي الكمبروسر العادي أول ما تشغله يشتغل يستهلك طاقة من عندك بعدين أنت داخل أصلا الغرفة درجة الحرارة فيها مثلا 25 أو 28 هو يشتغل أعلى طاقته حتى يوصل لك ينزل لك درجة الحرارة تكون للدرجة اللي أنت اخترتها 24 أو 23 ثم من بعدها يفصل معك ثم تنتظر لمين إذا فصل الكمبروسر احترت اشتغل مرة ثانية عشان كده تلقى فيه تباين عندك أنت بالبرودة بجوة الغرفة إذا بعض الحين تحتر وبعض أحيان تبرد الانفيرتر لا ما يفصل خلاص هو على دعسة واحدة أول ما يشتغل يعطي بأعلى طاقة 100% ثم يبدأ ينزل لمستوى 30% يكون شغال لذلك تبرودة مقبولة ما يقلب حار ما يقلب حار لا لكن حتى الصوت الصوت حقه حين المكيفات القديمة أول ما تشتغل تقا تنتعي كده طيب الآن هالكلام هذا عن الكمبريسور أو عن الأنواع التي تكلمت عنها هل هذا يعني أنه اليوم الفريون ينقص لا الفريون ما ينقص نهائيا لأنه الفريون هذا غاز يتنقل بين المواصير البايبات النحاس مجرد ما الفني يجي يقول لك هذا تزويد فريون هو صحيح ممكن يقول لك أنا أحتاج تزويد فريون إذا كان على 22 الـ 410 ما يتزود أبدا أبدا أي فني تكييف يقول لك 410 يتزود مو بصحيح لازم تشيله أنا أعطيك فروقات وليه تشيله لازم تطلعه ليش لأنه أصلا هو سائل الـ 410 سائل هذاك غاز فالسائل فيه جزيئات تساعد بتسريع الفريون يمشي بين المواصير فتلقاك تبرد أسرع عرفت ماذا؟ والجهد اللي جاي على الكمبروسر تلقاه جهد أقل لأن الغاز خفيف وصديق للبيئة جاي وش اللي كنت بتقوله تقوله خلنا نقول لك الفرق بين الأربع أي شوف المكيفات الفريون عندك ثلاثة أنواع ليش بعضها أحيان بعض الأنواع تلقاها غالية ليش؟ أنا أعلمك في بعض المكيفات تلقاها غالية بأسماء معين بماركات معين تلقاها غالية بسوق وهي معروفة ليش؟ لو رحت وشفت الغاز الغاز اللي مستخدم فيها هذا مئة وأربعة هذا يختلف هذا يسمونه اللي هو 32R 32R هنتكلم عن مكيفات الفريو المكيفات الشباك ولا سبيلت حتى ترك لين المركزي ما عندك مشكلة لين المخفي هذه غازها؟ هذه غازها 32 غالبية نتيجي صناعاتها تايلندي أو يابانية غالبية نستخدمون الغاز هذا الغاز هذا أقوى تبريد عشان كده تلقى مثلا المكيفات اللي غالية يقول لك إذا فتحت الباب ما تتغير البرودة عندي فرق عن المكيفات الأنواع لأقل جودة اللي تستخدم 410 إذا كان الباب مفتوح أو الشباك مفتوح تلقى على طول دخل معك الحرارة هل صحيح أن المكيف لح عمر افتراضي؟ يعني نغير مثلا المكيفات بعد 10 سنوات؟ مثلا لا المكيف شوف إذا كان تركيبه صح والجهاز أنت محافظ على جدول الصيانة الدوري حقه جيد عشان كذا أنا بعطيك شاهد بالحديث المنافسات الحكومية لو تروح للمدارس عرلت شنون؟ وإحنا مسكنا مثلا منافسات لو تروح للمدارس تلقى المكيفات قديمة مرة من 18 من 20 سنة تروح لما الجهات الحكومية تلقى مكيفات قديمة ليش؟ لأن عندهم جدول صيانة تلقى عندهم منافسة اسمها تشغيل وصيانة يختلف عن منافسة ترويض وتركيب فتلقى الصيانة الدورية عنده مثلا كل شهر عنده تنظيف الفلاتر عنده كل ثلاثة شهور قياس شحنة الفريون عنده قياس الزيت فطول ما أنتم داوم على الصيانة الدورية بتتلافاها وأضف نقطة أخيرة أنك إذا التزمت بالصيانة الشهرية ابتقيك بعض أحيانا الصيانات النصف سنوية وسنوية أو تأكل فاعلة للصيانة أيوة أبنسألك عن أسعار الصيانة لأنه صراحة فيه تفاوت كبير في واحد يقول لك المكيف الواحد 120 واحد يقول لك 180 واحد يقول لك ب60 واحد يقول لك ب50 من أصدق ما هي إشكاليتي بسعر الصيانة بقدر ما هي إشكاليتي أنه يصينها صح أنك أنت تعالج لي مشكلتي ما تعالج لي مشكلتي وقتية أنا أجي لمك مكيفي ما يبرد مكيفك أنت ما يبرد أنا أقدر أعالج لك المشكلة لكن بعد شهر إذا جاء الصيف الثاني واللي بعد شهر جاء راين أرجعت عندك المشكلة لأنه مثلا ترقاك أنت مثلا زودت الفريون أو غيرت الفريون لكن ما علجت التسريب فأصبح التسريب يأخذ منك شوي شوي لحد ما تفضي الشحنة كاملة لو كان المكيف تحديدا في ناس ينسى المكيف فترة الشتاء يرجع يفتحه بالصيف مكيف حار غالباً ماذا تكون المشكلة اللي من هالنوع أشوف إذا كان الصيانة يا أنه ما يبرد أو أنه ما يكون ما يوجد فريون وهذا يا يكون عنده تسريب داخلي خبيث أو تسريب بالمواصير وهذه لو جاب أي واحد فني تكيف وقال له أنا أبغى ضغط نتروجين ولا أبغى كشف على الأنابيب على طول يبيبان معاه المفروض أول شيء يسوي أول شيء قبل ما يعبي لك قبل ما يعبي قلت ليش طلعت الشحنة أصلا ليش طلعت الشحنة المفروض ما تطلع من الكمبروسر إذا طلعت معناته مشكلتك بالتمديدات أي إذاً في مشكلة يا بالصوامين حق الداخلية يا تكون بالتمديدات عندك فاكشف على تمديدات أي وهنا يفرق البناء الذاتي والبناء التجاري بعض الأحيان الله يدين البناء التجاري يجي يحط لك النحاس نوعية كوري النوعية كوري لو تنزل للسوق تلقى ثلاث أنواع منه خفيف وثقيل وثقيل مرة أرى تشلون يدور التكلفة المادية الأقل لكن اللي يبني شخصي تلقاه رائح وجاي بمواصير النحاس الأمريكي ومشتغل فيها وبنفسه حتى تلاقي اللي يشتري بيوت غالبية يقعد لازم يعدم بالأشياء لأن تجارية تصير يعني بمعنى بباخر النقطة الثانية يكون الكمبروسر خربان إذا الكمبروسر خربان شوفني أقول لك قاعدة إذا كان المكيف طلع من الضمان لا أغير مكيفك غير غير مكيفك لا يقول لك أصلحكم بروسر لا تصلح لكمبروسر غير مكيف أشفر غير مكيف ريحلك لأنه مردك وخاصة للمخفي مردك بيخرب عليك مرتها حتى لو قال لك أنا أضمن لك حتى لو جالمك قال لك بضمن لك بيضمن لك ستة شهور بيضمن لك سنة بعد سنة بترجع بتلقاك حتى لو تعالجت المشكلة سنة سنتين بتلقاك متودي منه فإذا تعدى فترة الضمان فترة الضمان بعض المكيفات عشر سنين نحن نتكلم أنه لو خدم عندك عشر سنين وبعد عشر سنين خرب الكمبروسر لا أنا أقول لك خير الجهاز كامل أحياني أحسن لك في مفهوم يقول لك خل المكيف على 24 وهذا ترى يصير كثير عندنا بالصيف في بيوت كثيرة يكون الشخص مثلا يطلع دوامه يحطه على 24 ويتركه يتركه شهر يضره لا ما يضره شوف نرجع النفس المكيف إذا كان روتري أو إذا كان انفيرتر إذا كان انفيرتر هذا لا يوجد سحب كهرباء أصلا عندك هي على التشغيلة فإذا كنت أنت مشغله بوسط البيت وتاركه هو شغال أصلا الكمبروسر لا يفصل عليك شفت اللي رايح يمسك خطه بسفر فيه واحد من يوم ما طلع مثبت السرعة عرفت شلون يصل بالوقت الفلاني الثاني لا أول ما مسك الخط دعس على ضنص ومشى سرعة عالية ثم إذا جاو ساهر هدى ونزل لين تحت السرعة مية ثم الرجع مرة ثانية يمشى ثم من بالأخير تروح تشوفك أنت وياه واصلين بس هو استهلك أكثر بنزين وأنت استهلكت أقل هذه الفكرة حقتها بالعام طيب اليوم بشكل عام قطاع التكيف كيف أنت اليوم بالسوق وموجود أستاذ عبدالله كيف تشوف أصلا فرص التوطين اليوم وفرص الشباب وتحديدا في قطاع التكيف طيب بسم الله الرحمن الرحيم شوف هذا يستهل أن نبدأ فيه ونتكلم به والله العظيم أني أتكلم من جد أنه قطاع واعد وقطاع فيه خير بس مشكلته حاجة واحدة لازم تصير فاهم الشغل اللي أنت تشتغله تعلم لازم تعلم إذا ما أنك تعلم تعلم طريقتين يا أنك تقعد تفتح وتخسر 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 لما تتعلم الحد ما تتعلم أو أنك تجي وتاخد تدريب من شخص تلاف الأخطاء ويكون هو يهيئ لك الدخل المادي اللي يكفيك أنت يكفيك يعني مثلا عندنا مثلا بالمؤسس فتحنا موضوع الامتياز التجاري للأشخاص اللي قادرين أنت عندك ولدك تعال عندك قدرة مادية تعال الحي اللي أنت فيه أنا أفتح لك فيه محل يقف فيه ولدك الدخل له أعطيه دعم تسويق أعطيه دعم مادي أنا أعطيه دعم لوجستي أعطيه الدعم الفني أعطيه الناس مدربين يجي نميه أنا أدربه هذا فيه شائز أي مجرد أنك تجي أنا أطلب منك شيء واحد تلتزم تلتزم بالشغلة تأكد أنك تلقى خير فيها أصمر أصمر فيها الآن حنا فتحنا خط ثاني الآن معظم الطلبات ناس يجوننا ما عندهم القدرة المالية الآن في مشاورات يعني عندنا حكومتنا الله يطول بعمره تراهم شايفين وين مواضع الخلل في كل قطع مثل ما هم شايفين التكيف قاعدين يدورون كيف أنهم يعالجون مشكلة التستر أو مشكلة أنه ما فيه مواطني كثير أو ما تفتو عليه الناس كثير فالآن من ضمن البوبدارات عندنا بنك التنمية يجي لمك تعلمي ببطاقة أحوالك ما أبغى منك أي شيء يعطيك بنك التنمية الدعم يعطيك كل حاجة تأخذ البضاعة تأخذ الدعم الفني الدعم العمالة سلام مجرد أنك تجلس وتأكد أني بضمن لك دخل ما يقل عن تسع الاف عشر الاف ريال شهريا أنت حاط جالس مجرد أنك تتعلم من الصنع هذا إذا ما كنت لك علاقات خارجية وتلقاك أنت بتشتغل بشكل أوسع وكل هذه الأمور متاحة الله يعطيك العافية وشكرا لك لشك أنها بادرة يعني مميزة وإن شاء الله أن الشباب يسمعوننا اليوم أبدا ويتوجهوا له بالعكس هذا دورنا بالبلد هذا أنه كل شخص موجود في قطاع أنه يؤدي مهمته التي تخدم وطنه وتفيد أبناء بلده بارك الله فيك شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله ستيس المختص بمجال التكييف ختامي هالا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة